بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطَعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إن الله كان عليماً حكيماً واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مصطوراً وإذ أخذنا من النبيين ميثاقاً ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غنيظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدني الكافرين عذاباً أليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيراً إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبنغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناً هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرر ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وإذ قالت ضائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن نبيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ولو دخنت عليهم من أقطارها ثم سئل الفثنة لأتوها وما تنبثوا بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهد الله من قبل ما يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً قل لن ينفعكم الفرار إن فرأتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يججون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم أم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تبور أعيون كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بأمزنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءوا يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديراً يا أيها النبي أقول لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكم أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهنية أولاً وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعم الله ورسوله إنما يرين الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدنهم أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا من نيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جليلا يا أيها أنني أوننا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاناتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزنت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر أعملهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم وكان كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حنيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن إلا ما منكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئلسين الحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إعجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكفوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائي إخوانهن ولا أبنائي أخواتهن ولا عسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الرنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهمن من جنابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا من العونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يجريك لعن الساعة تكون قريبا إن الله نعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ومن خالدين فيها أبدا لا يججون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ونعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جمولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والرؤمنات وكان الله غفورا رحيما